والأستاذ إبراهيم عيسى كان قصده ايه او نيته ايه مش نخش طبعا في النواية اما بالنسبة للرد على سؤال عمر اديب ده اللي هنجاوبه دلوقتي يا ريت الناس اللي معانا يا رات يا جماعة نعمل لايك للفيديو ولو مش مشتركين في القناة نشترك وين فعل زر الجرس بالنسبة لعمر اديب والسؤال اللي طرحه سؤال عادي جدا وقال بالنص كده ليه محدش بيبارك للنادي الزمالك ليه محدش بارك للنادي الزمالك ببطولة الدوري انا اجاوبك من وجهة نظري التي لقيمة لها على الاطلاق زي مدحة شعر ما بيقول فمن وجهة نظري ان محدش بارك ليه لنادي الزمالك انا اقول لحضرتها لما تطلع مجلة الرسمية لنادي الزمالك تهين الاهل وتهين مدير الكرة داخل نادي الاهل وما يطلعش اي اعتذار من ادارة نادي الزمالك خالص مفيش اي اعتذار طلع من قناة نادي الزمالك يقول احنا اسفين او الموضوع اللي حصل ده مش هيتكرر تاني والكلام ده كل اللي طلع والرد اللي جه من ادارة نادي الزمالك ان هنوقف المجلة شهر وهنحقق في الموضوع لكن فيه وقف فيه حاجة حصلت في اعتذار رسمي تتقدم مفيش اي حاجة من ده بالرغم ان لما حصل فيه ادارة قناة نادي الاهلي وحد من الموظفين اللي شغالين في السوشال ميديا وعلى فيه القناة نفسها القناة النادي الاهلي طلع بس عمل غمزة بسيطة غمزة طلع اتوقف والقناة قدمت اعتذار والقناة قدمت اعتذار ساعتها لكن الزمالك ما فيش اي اعتذار جه رغم النادي الاهلي أثيق في مجلتها الرسمية أثيق في مجلتها الرسمية وجزء تاني لما طلع شيكابالة على مدار فترات طويلة جدا يهين الاهلي وجمهوره يهين الاهلي وجمهوره محدش قدم اعتذاره بالعكس كل الناس بتدفع عن اللاعب ويتدفع عن الجمهور اللي اثب واهام النادي الاهلي بشكل صريح وواضح على مدار فترات طويلة جدا فبالتالي عايز ازاي الادارة عايز الناس تهنيك ازاي بالدوري وانت اثأت فيها اكتر من المناسبة اثأت فيها يعني بطريقة بشعة جدا 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 سواقف المجلة سواقف الجمهور سواقف من الكابتن الكابتن الاستوري للنادي الزمالك لما اثأل النادي الاهلي مفيش اي حد طلع جاوب اعتبار النادي الاهلي اعتذر طلع عمل اي حاجة فبالتالي انت مستني مني ان انا اهنيك يا أستاذ عمر عشان خطر كسبت الدوري وانت جمهورك والقائد اللي انت هتصديفه ومعرفش هتصديفه هو اهان النادي الاهلي اهان النادي الاهلي مش عارف يعني مش عارف طبيعي ان انا مطلعش اهنيك لان انت اهنتني فبالتالي انا مش اردلك الاهانة اه بس مش باركلك مش باركلك تمام اما بالنسبة لإستضافة حضرتك لشكبالة فما هي الا من وجهة نظر ترند فقط حضرتك بتركب الموجة عمر قديبي يستضيفش كبالة عشان يركب الموجة بس لكن ليه هستضيف واحد عليه عقوبة ثمن شهور وقف وغرامة بسبب سبه النادي الاهلي ومشاجرته مع رئيس الاتحاد هل ده اعلام مثلا هل حضرتك بتوصل رسالة بكده بايه بايه ما تستضيف بقى محمد رمضان اللي داخل معك في مشدات ومحاكم وقضايا ما تستضيفه ولا شمعنا هتستضيف شكبالة واهان جمهور النادي الاهلي و النادي الاهلي عادي عادي انه يتهان ما فيش مشكلة عند حضرتك استضيف النادي الاهلي و جمهوره مش عارف انا مش عارف بصراحة يعني الحاجة الوحيدة او الحكمة الوحيدة من استضافة عمر اديب لشكبالة هو ترند فقط لا غير وطبعا بكده يكون وصلنا الاخر الحلقة ياريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونعمل لايك في الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من اللايكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة